بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب في الحلقة الماضية وجهنا نداء لأصحاب القلوب والعقول وإنشئت العقول والقلوب لأنه والله لازم العقل يتقدم على القلب وجهنا هذا النداء وكان يعني السمى الغالبة على الحلقة النعي على المسؤول الذي لا يتق الله المسؤول غير المؤهل الذي يحمل المسؤولية ولا يكون أهلا لها ولذلك من المناسب في هذه الحلقة ونسأل الله أن يوفق للحديث عن بناء المسؤول الناجح لأنه نحن يا إخواني لا نريد أن نكون عدميين لا نريد أن نلعن الظلام نريد أن نشعل شمعة ونريد أن نكون إيجابيين فسياسة اللطم والعويل والشتم ووضع الحق على الآخر هذه السياسة يمكن أن تكون يسيرة وسهلة على الإنسان لكننا نكون أكثر فاعلية وإيجابية وعملية إذا بنينا اللبنات على نور إذا وضحنا الطريق للسالكين ولذلك نعم لابد أيها الأحباب من بيان الطريق لبناء المسؤول الناجح لأنه والله نحن متعطشون لهذا المسؤول الناجح نحن متعطشون لإيجاد هذه النماذج التي تبني ولا تهدم وترفع رؤوسنا وتسد خلتنا وترحمنا بعد أن ظلمنا ظلما كثيرا من المسؤول غير الناجح المسؤول اللي راكب الموجه وما عنده أي مؤهلات إلا سطويته أحيان سطويته الشخصي وأحيان سطويته الإجتماعي وأنا لا أريد أن أدخل في مداخل يلومني فيها الناس ولست قاصدا لها على الإطلاق إنما أريد أن أقول إننا قد اعتدنا أن نرى المسؤول الفاسد محاطا برعاية قوم أفسد منه باعتبارات فيها تجني على العشائر وفيها تجني على البني الإجتماعي والله عشائرنا ما بتقول لنا نظلم الناس بإسمها وعشائرنا لا يجوز أن ترضى أن يتسلط أبناؤها بغير حق على الوظيفة العامة عشائرنا خيرة وعشائرنا هي إن شاء الله تعالى لبنة البناء لهذه الأمة وليست لبنة الهدم ولذاك ما حدا يهت علينا بأن أنا ابن فلان وأنا ابن العشيرة الفلانية كلنا أبناء عشائر كما أقولوا دائما وما فينا واحد أهل لقوا على الشجرة مثل تفاحة لقطوها أبدا كلنا طلعنا من تحت وكلنا لنا آباء ولنا أجداد ولنا عشائر وهذه العشائر لا يجوز أن تقودنا إلا إلى الخير وإلى البناء وإلى المصلحة العامة وهكذا ظننا بعشائرنا دائما يا أيها الأحباب بناء المسؤول الناجح يحتاج أولا وخلينا ندخل في الموضوع إلى التربية الإيمانية شوفوا ما هو فقهاء نقالوا فيه ضروريات خمس اللي حكينا عنها وبزمنات يعني من سنوات عديدة اعملنا لكل ضرورية حلقة حلقة ضرورية حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال طيب أنت لما بتتحدث عن التربية الإيمانية يا جماعة يا جماعة المسؤول بدون دين مجرم المسؤول بدون دين سفاح المسؤول بدون دين ما بحلل ولا بحرم الحرام عنده هو ما لا تطاله يده بس فإذا طالت يده أصبح كل شيء حلالا عشان عشان هيك أنا معني أول شيء بالتركيب الإيماني بالتربية الإيمانية أنا عاوز فرد صالح في مجتمع صالح شوفوا لما كانت الدنيا بخير ولما كان في بقايا خير والله أنا بتجلى وبتنغم على ذكر الصالحين هذا قصة والد أبي حنيفة وكيف تزوج ويمكن بعضكم بعرفوها وإحنا دائما منحب نحكيها هذا والد أبو حنيفة كان رجلا عاديا سائر بين بساتين عجبة تفاحة على شجرة في بستان فمد يده إليها وقدم منها قدم عضله عضه بعدين اتذكر إذا أبو حنيفة ولد مئة وخمسين مات مئة وخمسين هجرية ولد تمانين هجرية أبو حنيفة يعني في القرن الأول وأبو حنيفة يعتبر تابع تابعي تمام فأبوه قبل هيك قبل تمانين هجرية عضله عضه من تفاحة لمزرعة ليست لها راحت السكرة وإجت الفكرة كيف كيف أنا أمد إيدي على تفاحة من شجرة موئلي فصار داير زي المجنون يبحث عن صاحب البستان لقاه قال له أنا واقعي بورطة و بدي إياك تسامحني شو ورطتك قال له هاي التفاحة هذه إلك لكن أنا عضيت منها عضه و بدي تسامحني فيها هذا الرجل صاحب البستان قال والله هذا كنز أنا وقعته على كنز فقال له آه بدك أسامحك قال له آه قال له عندي شرط بس الشرط قاسي هذا الرجال ناصح صاحب المزرعة فعلا لقى كنز بده يستغله قال أنا عندي بنت بدي أجوزك إياها بس ما تنبسط شوف امتحان آخر امتحان آخر ما تنبسط أنا بنتي عمية عورة ام كرسح قال له اقبلت اقبلت بتزوجها فزفت العروس لوالد أبي حنيفة أم أم أبي حنيفة زفت لأبيه فلما دخل عليها وجد عجبا وولى هاربا هذه فتاة جميلة ما فيها عيب قال هاي مش إلي أنا داخل بالغلط قال لا بل هي زوجك بارك الله لك فيها إني قصدت أنها عمياء عن الباطل شلاء عن المشي إلى الحرام حواسها كلها لله عاجزة عن المنكر فبنى هذا الرجل بزوجه وكان منهما أبو حنيفة هذا هو المال الحلال وهذا هو السلوك الحلال وهذه هي الذرية الحلال هكذا نريد مسؤولا نريد مسؤولا كأبي حنيفة التاجر اللي كان عنده شريك باع قطعة قماش معيبة ففقدها أبو حنيفة فسأل شريكه عنها قال له بعتها قال له هل أظهرت عيبها لصاحبها قال لا فكانت سببا في إنه فسخ الشراكة فسخ الشراكة مش عاوز هذا الغش الذي دخل ماله هكذا يكون أمثال هؤلاء الذين تكونوا من نطف مباركة ولذلك نحن بحاجة إلى التربية الإيمانية التي تنتج المسؤول الصالح ومش بس الأب كمان الأم إلى هالدور هذه الأم اللي كانت في السلف الصالح توقف على الباب اليوم نسواننا بوقفوا على الباب انت رايح على السوق جبلي وجبلي 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 طيب يا بنت الحلال ضايل أربع خمسة أيام للراتب قول لكل اللي في جيبتي عشر ليرات أو أنا كل اللي ضايل من اللي اداينته عشر ليرات فاستني لنقبض الراتب قال لا هو البيت بمشي بدون إش يدبر حالك كان نساء السلف الصالح على غير هذا كانت الوحدة تقف على الباب فتقول لزوجها يا هذا اتق الله فينا فإنا نستطيع أن نصبر على الجوع ولا نستطيع أن نصبر على النار هذه التربية الإيمانية اللي عاوزين تكون محض مسؤولنا احنا عاوزين نسأل أنفسنا ما هدفك نسأل ابنا اللي من ربيه عشان بكرة هو المعلم وهو التاجر وابنا بكرة هو الوزير هم مين الوزراء هم مين المسؤولين الأمنيين وش أولادنا لازم احنا نربيهم ابتداء لازم نربيهم على مخافة الله عشان قبل ما تمتد إيده بالأذى لأي مخلوق حتى لو كان طائرا في الجو يقول أبوي مربانيش هيك بنا نسأل ابنا وإحنا من ربيه ما هدفك تذكروا أنا عملت حلقتين حلقتين عن الإمام الشهيد حسن البنى وقلت لكم في الحلقة الأولى منهما أنه أحد أساتذته سأل في موضوع إنشاء إله لزملاءه ماذا تحب أن تكون في المستقبل فقال أحب أن أكون داعية ومصلحا اجتماعيا فكتبل حسن أجاب وفي الجواب أجاد ربيت ابنك هيك ربيت ابنك وإنت من عائلة مشهورة ومن عشيرة إلها حضوة وممكن ابنك بسهولة بكرة بعد ما يأخذ البكالوريوس يصير إشي حضرت لهذا الموقف حضرته يكون الإيمان عنده هو أغلى ما يملك كلمة الصدق عنده تكون أغلى ما يملك حضرته لهذا المحضن أو جعلت بهذا المحضن ما هدفك إحنا عاوزين أيضا هذا المحضن بده مدرسة صالحة شوفوا مدارسنا وأنا هنا لا أتحدث عن المدارس الحكومية المدارس الحكومية والمدارس الخاصة إحنا عندنا مشكلة إذا ما في مدرس مؤهل كيف ابني بده يتربى إذا المدرس بيقول لابني زي ما كان يقول إلي قبل أربعين سنة أنا كان عندي أستاذ الله يرحمه إذا مات وغالبا مات فوق الأربعين سنة كان يقولنا أنا الوزارة بتعطيني مئة ورقة بقريك وعقد المئة ورقة والله يا ذكى كان أستاذي درسني تاريخ وتخيلوا تخيلوا ما يعني ما أصعب الأمر يعني يعني بده يحكي عن التاريخ فإذا كان كاذبا في التاريخ كارثة إذا بدي أعطيني في التاريخ على قد المئة ورقة فعلا تطلع الدولة العثمانية محتلة لأن المئة ورقة بتسويش غير هيك يا أخوان الحقيقة نعم أنا بدي أنظر إلى المدرسة المحضن إلى الحي المحضن إلى الأستاذ الحاضن هذا كله سيؤثر في ابني مسؤول الغد إحنا كنا لما كنا شباب على مقاعد الدراسة والآن كثير من زملائي اللي كانوا معي على مقاعد الدراسة في أعلى 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 المراتب اليوم منهم الوزير ومنهم مدير الدائرة ومنهم السفير ومنهم ما بتتخيلوا ما بتتخيلوا منهم مين كثير كثير وكلهم أصبحوا الآن فاعلين في المجتمع فاعلين ما معرفش إيش فاعلين المهم فاعلين المهم فاعلين الحقيقة يا أخواني نحتاج إلى منهاج موجه ومنهاج موجه عشان دائما أنا بظل أصيح على قضية المنهاج وعدونا ترى عدونا حريص إنه ننتج منهاج على كيفه يو أس مش عارف إيش بدي إيش أحكي بحاكمونا بقولك أنت يعني تستهدف المؤسسات الدولية لا يا سيد بدي أستهدف حالي بدي أستهدف أن أقول للأمة لا تغركم الأسماء إحنا مناهجنا يجب أن ننتجها نحن لأنه إحنا اللي عارفين ابننا إيش بده وبنتنا إيش بدها ومجتمعنا ماذا ينقصه المناهج يجب أن تخرج من رحم حاجتنا القدس رجعته مدام القدس ما رجعت يبقى لا يجوز في منهاج عربي إني أسمي فلسطين إسرائيل ولا يجوز في منهاج عربي إني أحذف دروس عن فلسطين ولا يجوز في منهاج عربي إني أخاف أتحدث عن القوى الضاغطة على الأمة في أن لا تأخذ حقها كل هذا أنا معني فيه لإنتاج المسؤول الناجح تعرف وأنا الآن على وسيلة إعلام الإعلام الإيجابي اللي ما بيكذب اللي بينقل الحقيقة كما هي الإعلام اللي ما عنده مكياج زمان لما كان إلي حلقات في بعض التلفزيونات كانوا يمكيجونا كيف يمكيجونا يحطوا لنا يعني هون والإعلاميين بيعرفوا يحطوا لنا مواد من شان ما يعني من شان الظل الظل ما ظل ومش عارف إيه والصورة والضو وإلى آخره إحنا والله إحنا مش بحاجة لمكياج بحاجة للصورة الحقيقية وبحاجة لمصور يعني ناجح ودقيق زي حبيبنا اللي واقف وراء الكاميرا هذا الجند المعلوم إن شاء الله تعالى نعم إحنا بحاجة لهذا الإنسان بدون منتاج وبدون دبلاج بدنا الحقيقة يا إعلامنا أنقللنا الحقيقة الآن للأسف الإعلام يا بصحج لصالح المسؤول الفلاني يا العزف دار جيرانه بقضي ليلة الخميس على الجمعة يرقص وهذا معيب إيه إمتى بدو يسود الإعلام الإيجابي ومتى ستترك أمتنا محاربة الإعلام الهادف تعالوا نطلع فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب وما زلنا نتحدث عن خطوات في طريق بناء المسؤول الناجح والله يا إخوان بعد الحديث يعني الذي سبق يعني معقول إنه إحنا غير قادرين حتى الآن على مراعاة الفوارق الفردية بين الناس بين طلابنا أصلا الفوارق الفردية يعني فيه واحد مثلا بيقدر يحفظ فيه واحد لا بيفهم والحفظ صعب عليه فيه واحد يبدع في الجوانب التاريخية فيه واحد في السياسة أخو أخته فيه واحد في العلوم يعني مخترع صغير وإحنا يجب إيه أن نعظم شأنه أحكي لكم نكته قال في بلاد واق الواق في مجموعة من الطلاب راحوا ياخذوا جائزة على اختراع اخترعوه وهم راجعين في المطار صادروا جهازهم المخترع هذا هناك فيه يعني ابصر في بلاد واق الواق اللي أنا بعرفهاش اللي لسه ما زرتها معقول معقول هكذا يمكن أن نخرج للأمة مسؤول مستقبلي يكون مثلا وزير الإنشاء والتعمير مثلا مثلا يكون وزير التكنولوجيا يكون وزير مثلا السعادة يا سيدي وزير سعادة لأنه هذا بإنتاجه العلمي والله بيجلب السعادة السعادة مش مشتقة من سعدان لا يعني أنت ممكن يكون عندك سعدان وتشغله يلعب أمام الناس تسعدهم بس هذه السعادة مؤقتة وآنية لما يروح السعدان بتروح السعادة أنا مش عاوز سعدان أنا عاوز سعادة يعني أطولها من رحم الأمة من بنات أفكار الأمة من مخترعات الأمة من عقول أبناء الأمة هذا اللي أنا معني فيه ولذلك بدي أراعي الفروق الفردية علشان أراعي حاجة البلد من العلماء والمتعلمين لأنه أنا بدي أصنع القيادات صناعة صحيحة مش أنا أجيب يعني ألزق تلزيق يعني في إلي صاحب الله يسهل عليه مع أنه حافظ القرآن لكن لسانه زفر الله يسامحه يعني بيحكي عبارات بقدرش أحكيها على التلفزيون أنه مؤداها يعني أنه لزق بعد ما تعمل إشي ثاني لزق تلزيق يعني مش معقول مش معقول اللزق أصحاب الوظائف تلزيق أنا ولا تلزيم هو مش تعهد مش تعهد أنا بدي أحط المسؤول بعد ما تعبت عليه أنا عارفه وين بينجح يعني لما يكون عندك طالب علم مرة يعني في كلتي وأنا بدرس في كلية حقوق ما ظنش عندهم حقوقيين يستلموا رئاسة قسم ما فيش يعني واحد مستعد فيجوا ماله علي يقال بدك تصير رئيس قسم الحقوق قلت والله يا عمي أنا لا أحسن أنا زلم يعطوني ورقة وقلم بحضر درسي بخطب خطبة الجمعة بروح على إذاعة بروح على تلفزيون أنا هذا ميداني هذا ميداني أما والله الإدارة يا عمي لا أحسن فيها والله إذا صرت مدير غير أخبص الدنيا ما بقدر مش شغلتي ليست عملي فلا حتى لا تطمعوني في شغلي أكبر يعني اقطعوا أملكم أنا زلمي في هذا الميدان وسأظل بإذن الله ما بلغ بي العمر قصر أمطال لأني لا أحسن سواه فتيجي أنت غصب عن راسي تحطني مثلا في مدرسة والله يا عمي أنا ساعتين ما بقدر أدرس درس في مدرسة ما عندي طولة بال فتجيبني غصب عني تحطني مدرس في مدرسة راح أفشل وفشل ذريع هذا الذي نريد للمسؤول أن يدركه أن الوظائف لا تلزم تلزيما والموظف لا يلصق إلصاقا لكن يجب المدرس مثلا قلنا من زمان في مدرس مطبوع ومدرس مصنوع المدرس المطبوع هذا ولدة أمه من بطنها مدرس زي ما كنا زمان وعمره الواحد عشر سنين يجيب إخوانه وولاد عمه ويعطيهم وراغ وقلام ويعملهم امتحان وإحنا عمرنا عشر سنين نعمل امتحان وبعدين نصلح بالقلم الأحمر سبحان الله توجهنا إلى التعليم والتعليم العالي وكذا نقف على رأس مطلع الدرج في البيت ونبعد نخطب وإلى آخر فطلع الواحد خطيب هذه أمور جبلة هذه فطرة والناس الحصيفين يجب أن يلاحظوا هذه الجبلة وهذه الفطرة فينموها لكي تصبح مشفوعة بأدوات العلم مشفوعة بأدوات الفن ويطور هذا هذه الرغبة تطور ويعدل عليها وتحسن لكن إذا مش موجود أصلا والله كل كتب طرق التدريس ما صنعت مدرس إذا لم يكن مجبولا على هذه المهنة وكذلك العسكري وكذلك الإداري هذه أمور في الجبلة وفي النفس فإن شذبت أحسن صاحبها وإن تركت ربما أصبح قتال قتله لأنه لم تشذبه ولم تربه الحقيقة في صناعة المسؤول لا بد من القدوة الحسنة هذا المسؤول مين قدوته؟ إذا قدوته الحجاج معناته ما بعرف إلا الصوت إذا قدوته نيرون بعرفش إلا الحرق اللي حرق روما هذا إذا قدوته إفلان أو علا بدنا نعرف مين قدوته؟ مين اللي بيحبهم؟ بيحب الفنانين والفنانات بده يطبل ويرقص مش فاضي يدير مش فاضي يدير لأن الطبل والرقصة حتى لما يكونوا حلال لهم وقت مش كل الوقت وبالتالي لا بد من أن ننظر من قدوة هذا الرجل الحسنة حتى نشوف ماذا يستطيع أن يفعل وكيف يستلهم من هذه القدوة الحسنة صفاته وسلوكه وانتشاره في الناس لأنه إذا كانت قدوت مائل حيكون مائل وإذا كانت قدوت عدل حيكون عدل لا بد من تأهيل خاص بدنا نأهل تأهيل خاص حتى نستطيع أن نصنع من فرض الكفاية فرض عين كيف؟ هلأ قالوا مثلاً إنك تكون طبيب هذا فرض كفاية إذا قام به بعض أبناء البلد سقط عن الآخرين يعني إحنا البلد بحاجة إلى ألف طبيب إلى خمسمائة جراح إذا استكملوا خلاص يسقط الحرج عن المواطنين جميعاً لكن إذا رأى ولي الأمر مثلاً وزير الصحة الملك رأى إنه لازم أحمد بن محمد بن محمود يدرس طب تحديداً قال هذا الطب يصبح بالنسبة إليه فرض عين لا يسقط إذا قام به أحد غيره عشان هيك بد يكون إليه تأهيل خاص لأن هذا توسمنا فيه الخير وطلبنا منه أن يدرس دراسة معينة لأننا رأينا أنه يصلح فيها وأنه يبدع وأنه ينتج ولذلك بيصير نظام الابتعاث هذا أصل نظام الابتعاث ترى نظام الابتعاث مو تنفيعة مو حكاية رواتب ووظائف مضمونة مسوقرة لا نظام الابتعاث يرى فيه المسؤول أن هذا المبتعث يصلح في هذا التخصص وأنه لو درس غيره ما أحسن ولذلك يبتعثه لهذا التخصص تحديداً لأنه يتوخى فيه ومنه أن يكون هذا مسؤول صالح في هذا التخصص المناسب له هذا معنى التأهيل الخاص ولابد لهذا المسؤول أن تكون وظيفته مناسبة لقدراته ومؤهلاته يعني مش معقول أنه في واحد عندنا اسمه شمشوم الجبار مرة بيكون في هيئة دينية مرة بيكون في هيئة ترقص مرة بيكون في هندسة مرة بيكون في صيدلة مش معقول يا أخي يا أخي يعني أنت مقطوع نظيرك يا جماعة ما بنفع ما بنفع أنا كيف بالله عليكم ممكن أنا أعين مثلاً وزير تربية وتعليم وهو طبيب لم أعبلاش والله أنا ما قصدت أحداً والله ما قصدت إن شاء الله أني صادق ولا قصدت هذا المثال لكن أنا بقول ما زلت مصراً وأحترم وأجل كل القائمين على العملية التعليمية لكن المعلم ومسؤول التعليم يجب أن يكون من رحم المعلمين وهذه كلمة حق أسأل عنها أمام الله عز وجل لا ما معقول يكون وزير في حق التعليم أو تعليم عالي وهو ما درسه لا يوم ما درسه ما هيش معقول معقول يكون وزير صحة وهو دارس تجارة مثلاً معقول يكون وزير صناعة وتجارة وهو بعرفش إلا يحسب راتبه وبجوز يغلط في عد المصاري معقول يعني هذه قضايا ينبغي أن نقدرها حق قدرها وأن تكون مشكلتنا والفساد اللي بيقع أنه إحنا من لبس طرابيش المهم تنقلك هذه وظيفة سيادية أو وظيفة يعني اعتبارية وإحنا بس من وقع وإحنا مش فنيين وما هو كل الحمل على الأمين العام للوزارة يا إخوان أنت في وزارتك صانع سياسات أراعي سياسات فإذا ما كانش إلك في الدور إذا ما كان إلك في المهنة فكيف تصنع سياسات ستوجه من الخارج وإذا وجهت من الخارج أكلنا هوى أكلنا هوى إذن لابد في الوظيفة المناسبة للقدرات والتأهيل أن تأخذ دورها في الموظف الذي نختاره ليقوم بهذه الوظيفة في عندنا التربية على الهم هذه أخوان يعني البتع ابتاع الموظف لازم يكون عنده هم مش هم كيف يشتري لمرة الفسطان شوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما خير نساءه إما بتختاروا العيش في شظفه وحاجته وإما فتعالينا أسرح كنا أطلق كنا وأسرح كنا سراحا جميلة فاخترنا الله ورسوله عمر بن عبد العزيز قال لفاطمة بنت عبد الملك ابن مروان قالها من يوم ما ولي الخلافة يا بتروحي عدار أهلك يا بتتحمل اللي بدأت تحمله قالت له بدأت تحمله اللي بتتحمله إذن المسؤول العام بده يطلع من بوتقة مرة أولاده بده يطلع من الهم الخاص يتبرأ من الهم الخاص وينطلق إلى الهم العام لأنه الهم الخاص شو ماله الحقيقة بيقتله صحيح أنا بعين قاضي يجب أن أكفيه القاضي بدي أحط له راتب وحتى لو احتاج في الأمور الخاصة يعني راتب مكفاش لتعليم ابنه بعلم ابنه راتب مكفاش لأمور ضرورية في حياته بعطيها يجب أن أكفيه حتى يكون قاضيا نزيها وهؤلاء الذين يعني يتسلمون مثلا الوظائف الخطيرة يجب أن أكفيهم في تقوى الله عز وجل مش أكفيهم في حفلات المجون أكفيهم في الكماليات لا لا بس بدي أعيش حياة كريمة بعيش حياة كريمة حتى لا يضطر مدئيله لا لرشوة ولا لسرقة ولا لمحسوبية ولا يحكم زي ما بده صاحب المال لأنه عليه دين ولأنه ما استفدش من المال إلا في سداد الدين مهازل مهازل حرام 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 إذن لا بد أن يحمل الموظف العام والموظف المسؤول هم الأمة هم الوظيفة التي يعيش فيها ويقتات منها ويدير شأن الناس من خلالها إذا لم يكن هذا الهم ساكنا في نفس المسؤول سيكون مسؤولا فاسدا ولا محالة ما بيسأل إلا عن نفسه ومرته وولاده إخوانا بيقول لك التربية الوطنية والله على راسي ونربي أولادنا أو نقرّي أولادنا في الجامعات التربية الوطنية على راسي وبضروب لها سلام بس بدي أحكي لكم حاجة ترى التربية الوطنية تعاش ولا تقرأ أنا مش بحاجة لقراءة التربية الوطنية أنا بحاجة أن أعيشها إنه ابني يأكل يشرب تربية وطنية يعيش دقائق حياته على التربية الوطنية إنه يحسب ابني إنه الوطن وترابه أغلى من روحه هذه بدي أعيش إياها بالقدوة بدي أعيش إياها بالواقع عشان لو صار إيش ما صار رئيس وزراء أو أقل أو مش عارف إيه يظل هم الوطن وهم الأمة في نفسه وهذا لا يصنعه دراسة مساق ثلاث ساعات معتمدة اسمه تربية الوطنية مع حبي واحترامي وإرادتي وموافقة الكاملة على تدريس التربية الوطنية لكن قد نختلف على يعني الحيثيات اللي مندرس فيها التربية الوطنية المواد الفقرات اللي مندرس فيها التربية الوطنية ما هي؟ هذه يجب أن يلتقي العقلاء عليها حتى فعلا تنتج تربية وطنية حقيقية ولا تنتج عبودية لأنه إحنا مش بحاجة إلى مزيد عبيد من هنا أيها الأحباب الطريق طويل في سبيل تربية أو بناء مسؤول ناجح فعال نسأل الله أن يحمينا ويحمي أوطاننا وديارنا وأن يوفق مسؤولينا لما فيه خير هذه الأمة إلى أن ألقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته